يتفضل الآن الشيخ جاسم الكركوشي وأنوان بحفه منهاج الإمام السجاد عليه السلام في تربية المجتمع من خلال السلوك العملي وكما يقال الشيخ جاسم من أهل الدار وسيراعينا في هذا الجاهل الشيخ جاسم الكركوشي من محافظة كربلاء المقدسة وهو طالب دكتوراه حاليا في جامعة المصطفى العالمي وهو طالب في البحث الخارج في كربلاء المقدسة أستاذ لمواد متعددة دراسية في المدارس الحوزوية في كربلاء المقدسة له مجموعة من المؤلفات والبحوث الأصولية والفقية أستاذ الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته البحث طبعا حسب ما أخبروني الأخوان أنه نقتصر في خمسة دقائق يعني الوقت المتاح يبدو هكذا البحث هو عبارة عن مبحثين ومقدمة وخاتمة ونتائج طبعا موضوع البحث هو منهاج الإمام عليه السلام في تربية المجتمع من خلال السلوك العملي باعتبار أن السلوك العنلي المباشر كان ممنوعا على الإمام عليه السلام فباعتبار أن تربية المجتمع يأخذ بيده إلى الكمال والاستقرار طبعا والحفاظ عليه من الضياع ومن الفقر ومن الحاجة ومن التفكك ومن وظائف الإمام المعصوم ورغم الموانع الموجودة ومنها رفض إمامة الإمام من قبل السلطة الحاكمة ومحاولتها الفصل بين الإمام والمجتمع إلا أن الإمام عليه السلام قام بهذه المهمة الكبيرة والمسؤولية الجسيمة رغم الظرف الحساس الذي كان يعيشه من ظروف التقية المشددة التي فرضته عليه حكومة بن يومية باعتبارها الوليث الشرعي لإمام حسين عليه السلام ووليدمه فقيدته هذه القيود المفروضة إلا أنه اتخذ من سلوكه العملي منهاجا لتربية المجتمع من خلال اهتمامه الكبير بالطبقات الهشة في المجتمع وطبقة العبيد وطبقة الفقراء والإيتام وكذلك سلوكه العملي أيضا مع باقي طبقات المجتمع وحتى من أعدائه ومن من أساء إليه من خلال وسائل متعددة ومنها الإحسان إليهم أو السائل في قضاء الحوائج المحتاج منهم فبسبب انشغال بني أمية بالظروف السياسية عن الاهتمام بالمجتمع مما أدى إلى انتشار الفقر والظلم والجهد إضافة إلى نشوء بعض الحركات السياسية والدينية المنحرفة وانتشار أفكارها في المجتمع فكانت المهام مصعبة وثقيلة على كهل الإمام عليه السلام خاصة مع إنكار الكثير من أهل المدينة لإمامة الإمام عليه السلام وتشرض مجتمع للمدينة بين حكم بني أمية وبين حكم آل الزباية في كل تلك الأجواء كان على الإمام أن يقوم بعباء الإمامة الإلهية التي أمر الله تعالى بها فتصدى الإمام عليه السلام لها وقام بحمل هذه الأعباء وبدأ بمواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع فقام بدوره المناط به من إصلاح المجتمع من جميع النواحي من خلال الأسلوب العملي فبالنسبة إلى الطبقة الأولى الطبقة العبيد التي اهتم الإمام عليه السلام بتربيتها والاهتمام بها أي مهتمام فقد اهتم بها عليه السلام إذ هم الطبقة الأكثر ضعفاً في المجتمع والأكثر عدداً والأكثر معاناة والكثير منهم طبعاً تحت الشدة من صور تربيةهم للمجتمع على نحو السرعة نأخذ أولاً تربيتهم الدينية من خلال السلوك العملي فقد كان هذا السلوك الأثر الكبير في تربية المجتمع التربية الدينية والتأثير عليهم وتأثرهم به وبالتالي صنع جيلاً من العبيد الذين سيصبحون أحراراً فيما بعد قد تربوا تربية خاصة وتأثروا بسيدهم تأثراً كبيراً ليكونوا نواة لبناء مجتمع متدين متهجد عابد نشر من خلاله الإمام عليه السلام الإسلام الحقيقي إلى أرجاء المعمورة فنره مثلاً كثيراً ما كان يتهجد بالليل يناجي ربه ويدعوه على مسمع من عبيدي وإمائه باكياً متحبة حتى حفظوا عنه تلك الأدعية التي زخرت بها الصحيفة السجادية النقطة الثانية تربيتهم الأخلاقية من خلال سلوك العمل فكان الإمام عليه السلام كثير رحم في تعامله مع العبيد وكثير الصبر والعفو عن المسيء لذلك نأخذ مصداق على نحو السرعة مثلاً أنه ورد أنه جارية كانت له تسكب على يد الماء سقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف فشجهوا فبادرت الجارية قالت أن الله يحب المحسنين الكاظمين وبالتالي قام الإمام بعتقها النقطة الثالثة تربية العبيد من خلال رفع شئة أنهم في المجتمع ومنزلتهم فمثلاً يروى أنه أعتق البعض من إمائه وتزوجها لرفع شئة العبيد والنقطة الرابعة هي تربية المجتمع من خلال توجيهاته في حفظ كرامة العبيد فقد جعل لهم نصيباً في رسالة الحقوق النقطة الخامسة هو تربيتهم على استذكار واقعة كربلاء والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام فقد كان الإمام عليه السلام يعلم الناس وخاصة طبقة العبيد من خلال السلوك العملي يعلمهم ثورة ومأساة كربلاء العظيم رغم المنع من ذلك إلا أنه تخذ من هذا السلوك وسيلة لتعليمهم النماذج كثير طبعاً لا نستطيع الخوف فيها جميعاً الطبقة الثانية التي اهتم بها الإمام السجاد عليه السلام هم طبقة الفقراء والأيتام والمعزين فقد اهتم بهم اهتماماً كبيراً فكان من سلوكه العملي المستمر أنه كان ينفق عليهم سراً أكثر منه علناً بل كان يعول الكثير منهم من غير أن يعرفوا من الذي كان يعولهم وكان من سلوكه اليوم هو الخروج ليلاً إلى بيوت الفقراء حاملاً معه الطعام ليطلقوا أبوابهم من غير أن يعلم به أحد وكان هذا سلوكه إلى آخر أيام حياتهم والنماذج طبعاً كثيرة نتحول إلى الطبقة الأخرى التي كانت محط اهتمام الإمام وتربيته هي طبقة المسيئين له فهناك من الحوادث التاريخية التي نقلت أنه كيف تصرف مع مروان الذي كان سبباً في واقعة كربلاء حيث أنه آوى عياله عنده عندما ثار عليه أهل المدينة كذلك باقي الطبقات يهتم به الإمام عليه السلام فكان مثلاً يهتم بقضاء حوائج الناس بشكل يبهر العقول ومن هذه النماذج مثلاً أنه كان لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه ويسترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم أتذرون من هذا قالوا لا قال هذا علي بن الحسين فوثبوا إليه فقبلوا يده ورجله وقالوا يا ابن رسول الله أردت أن تصلين نار جهنم لو بدرت منا إليك يد أو لسان ما كنا قد هلكنا إلى آخر الدهر فما الذي يحملك على هذا فقال إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفوني فأعقوني برسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أستحق فأني أخاف أن تعطوني مثل ذلك فصار كتمان أمري أحب إليه نتحول إلى النتائج حتى لا نطيل عليكم ظهر للباحث هالنتائج الآتية أن الإمام السجاد عليه السلام كان أمامه مسؤولية كبيرة في تربية المجتمع إلا أن الظروف التقية كانت تمنعه من العمل على ذلك بصورة علنية كذلك محاولة السلطة الفصل بين الإمام والمجتمع ثانيا استبدل الإمام السجاد عليه السلام طريق التعليم المباشر والعلني بطريق التعليم من خلال السلوك العملي فكان يربي المجتمع من خلال هذا السلوك ثالثا أوصل الإمام السجاد عليه السلام قضية عاشوراء إلى العبيد وإلى باقي المجتمع من خلال سلوكه العملي المتواصل من خلال البكاء عليه لسنين متمادية مما جعل منه سلوكا يوميا ومتعارفا لدى العبيد وانتقل هذا الحزن إلى الأجيال الأخرى وإلى البلدان الأخرى فكان سببا في انتشار القضية الحسينية وإبقاء جذوتها متقدة في النفوس رابعا كان لسلوك الإمام السجاد عليه السلام العملي الأثر الكبير في تأثير أو تأثر المجتمع به وبهذا السلوك الملائكي مما أدى إلى انبهار العبيد بهذا الدين وبهذا السلوك وبالتالي تمسكهم بهذا الدين الإنساني القيم ومن ثم انتقال هذا الدين إلى البلدان المتعددة التي عادوا إليها كأفريقيا وغيرها بعد تحريرهم من قبل الإمام عليه السلام خامسا أن التاريخ وقفة إجلال وإكبار لهذا السلوك العجيب بحيث أنه احتفظ بالكثير من النماذج المذهلة من سلوك الإمام عليه السلام رغم المنع والتعتيم على فضائل أهل البيت عليه السلام عليه السلام في فترة حكم بني أمية نسأل الله شفاعة السجاد لنا ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد الله اشتركوا في القناة